مرحبا موليد برش السرطان معكم كارم الشماس اليوم بدي خبركم عن الأسبوع اللي بيبدأ التانين 29 تموز يوليو وبينتهي الأحد 4 أب أغسطس أسبوع كتير كتير مهم لأنه في عنا القمر في طور أمر جديد بيكون أمر جديد نيومون لكن مش ببرشكم ببرش الأسد كمان بهذا الأسبوع عنا أمر أمر كتير مهم فلكيه أنه الأمر بيكون ببرشكم هذا معناه عم تطوي صفحة وعم تنطلقوا بصفحة جديدة طبعا أنتوا عيدتوا عيد ميلادكن عنكن صفحة جديدة عنكن سنة جديدة عنكن أمال جديدة ثوقعات جديدة وعنكن خطة جديدة فحضروا حاركن لألمة وليد برش السرطان يعني حان الوقت لحتى تنطلقوا بتنفيذ الفكرة اللي أنتوا حطينا قدامكن لهيد السنة الجديدة البداية إذن التانين 29 تموز يوليو الأمر بيوصل لبرشكم بتمام الساعة 2.30 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي يعني تمام الساعة 11.30 الصباح توقيت العالمي بيكون ببرش الجوساء كل شيء والأمر موجود ببرش الجوساء بتكون تقولوا أنه الجو بسيط وهيدي هراي ولا يوشت حركة كبيرة خصصوا هيدا نهار للهدوء لأعمال كتير روتينية لأعمال بسيطة لأعمال ما بتتطلب الكثير من المشهود ولحتى لأنه ما رح تعطيكم نتيجة وبالتالي معقول كتير تضيعوا جهودكم وتعبكم على الفاضي وتقولوا يا ريت نطرنا إذن على 2.30 نظهر توقيت بيروت بيوصل أعمال لبرش كون وهون تتغير الأمور وأكأنكم عم تدخلوا بمرحلة احتفالية رائعة رائعة ومهمة وجميلة جدا 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 الأجواء عنكم تتغير تنقلب الأمور لصالحكم 100% بيستمر هيدا الجوء الثلاثة 30 تموز يوليو وأيضا الأربعة 31 تموز يوليو فترة ممتازة رائعة تابعوا الأبراج اليومي لتعرفوا كل يوم بيوم وكيف بدوا يكون القرار اللي باكن تاخدوا الفكرة اللي باكن تاخدوا رح بتكون كتير مشجعة للكون تعطيكم قوة تعطيكم محفزات كتير مهمة حوافز مهمة بتخليكم تكونوا أقوياء تقوى على حالكم وعلى ظروف من حولكم ما بتعودوا أضعاف وبتصير الصورة عنكم واضحة يمكن تقولوا أنه ما عنكن تغييرات كبيرة ما ناطرين وبدكن لكن أمور صغيرة بتقرروا علي رح تعمل فرق كتير صدقوني إذن التنين عرفنا كيف النهار التلاتة والأربعة من أجمل الأيام الخميس واحد أب أغسطس الأمر ببرش الأسد هو بيكون وصل بعد الظهر يوم الأربعة الخميس واحد أب أغسطس الأمر بيكون نيومون بلتقل أمر والشمس ببرش الأسد بتمام الساعة 6 و13 دقيقة صباحا توقيت بيروت الصيفي أمر جديد ببيت التاني بالنسبة لألكون وكأنه فيه صار وضوح بالنسبة للمسألة المالية للراتب لما تخولكن لربحكن كمان بتتوضح بعض الفواتير مش عايشين كيف بيكونوا تدفعوها بتتوضح الأمور وبتعرفوا كيف بيكونوا تخططوا وبتصير فعلا شفافة الأمور وبتفرحوا لهيدا الانفراج حتى يمكن تغيروا أنتوا بمصدر الانكم العنكونية لسبب أولي آخر الأمور عم تتطور بهيدا الشكل انتبهوا ما يكون فيه مصاريف أنتوا مش قدة أو أنتوا عارفين أنه مش وقتا أو أوليكم كونوا موضوعيين إذن الخميس واحد آب الأمور ببرش الأسد الجمعة بثنين آب الأمور موجود ببرش الأسد حتى الساعة أربعة وثلت بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي بينتقل لبرش العذراء تقوى النفسية عندما ولو برش السرطان تقوى القدرة الفكرية عندكم قدرات فكرية الجسدية ناشطين بتكتبوا بتتحركوا بتتنقلوا بتواجهوا بتفكروا بتطلع معكم أفكار زكية وبتقدروا تقلبوا الأمور عزوقكم عندكم القوة الداخلية اللي بتخليكم تصلحوا مع ذاتكم ومع محيطكم بطريقة ممتازة رح بيكون فيه عندكم أطلت أسبوع ممتازة ناشيطة جدا فقط انتبهوا لاحظوا أنه الأحد أربعة آب أغسطس الأمر بينتقل لبرش العذر إلى برش الميزان بيتمام ساعة أربعة ونصب بعد ظهر توقيت بيدروت الصيفي هون بلش الأمور عندكم نوعا ما تاخد منحة شخصية وداخلي وعائلي أكتر بديتمنى لكم أسبوع كتير حلو أسبوع فعلا ممتاز وبتبقى المواليد كلكم ناشطين وكلكم محظوظين الأكثر حظا نسبيا مواليد 16 و 17 تموز يولو إلى اللقاء مع الأبراج اليومية باللغة الإنجليزية وباللغة العربية باي باي ترجمة نانسي قنقر